موسيقى 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 مع اقتراب جبهة القتال في سوريا من خط الهدن مع اسرائيل في القنيطرة تعالت التصريحات الاسرائيلية التي تبدو صدن لصوت الباحث عن دور مر الحديث عن استقبال اللاجئين واخرى عن دعم الدروز وثالثة يكشف النقاب عنها بلا مناسبة معلنة عن دور تل أبيب في التخلص من الترسان الكيموية السورية موقف اسرائيلي يبدو أنه يطرح تساؤلات أكثر بكثير مما يوفر من إجابات لعل هذا العام سيكون فارقا في الصراع في سوريا لاعب جديد قديم ظهر على الساحة السورية وفرض نفسه بقوة اليوم يقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو على حدود دمشق ويده تمتد إلى دروز سوريا نتنياهو قال إن إسرائيل مستعدة لحماية الدروز السوريين الذين يلتزمون الحياد في الصراع السوري مجزرة قلب لوزة لم تكشف فقط عن وحشية التنظيمات المتحاربة على الأرض السورية بل كشفت عن سلطة ما تملكها إسرائيل في أرض عدوها التاريخي نتنياهو أعلن أن إسرائيل أرسلت رسائل للجماعات المسلحة في سوريا لحثها على تجنيب الدروز الصراع الذي يدمي البلاد وترك رئيس الوزراء الإسرائيلي الباب على مصراعه للتكهنات لم يكتف نتنياهو بهذا بل قال إن إسرائيل مستعدة لاستقبال لاجئين سوريين ما أعاد للذاكرة صور المعارضين المقاتلين وهم يعالجون في مستشفيات إسرائيل والعلاج هنا لمن قتل الدروز في سوريا على الأقل هذا ما عبر عنه دروز فلسطين الذين تظاهروا منددين باستقبال مستشفيات إسرائيلية لمقاتلين من جبهة النصرة يستقبلون هؤلاء المجرمين القتل يداوهم يضعون الحراسة المشددة عليهم يضعون في كل المستشفيات يعطونهم أفضل أنواع العلاج والعمليات الجراحية والآخرية ثم عند انتهاء العلاج يرجعون إلى بلادهم إلى سوريا مدججين بالسلاح ولعل الملف الأخطر هو ما كشف عنه مسؤولون إسرائيليون عن دور تلابيب في التخلص من السلاح الكيموي السوري الاتفاق الأميركي الروسي حول تسليم السلاح الكيموي السوري كان مخططاً إسرائيلياً بامتياز هذا ما أقر به السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن مايكل أورن المسؤولون الإسرائيليون كشفوا أن الاتصالات الدبلوماسية بدأت بعد إعلان إسرائيل أن لديها أدلة على استخدام النظام السوري السلاح الكيموي ضد شعبه إسرائيل قالت إنها رفضت إطلاع موسكو على الأدلة التي تملكها وفي المقابل طرحت كبديل عن عرض هذه المعلومات فكرة الاتفاق الأميركي الروسي على تجريد دمشق من سلاحها وبدأ الأميركيون والروس بدفع الاتفاق فيما جلست إسرائيل جانباً كما جاء على لسان مسؤول إسرائيلي رفيع مقرب من نتنياهو ويبدو أن الأيام المقبلة ستكشف المزيد من جبل الجليد الذي ذابت قمته مع اتخاذ الصراع في سوريا طابعاً دراماتيكياً أدخل إسرائيل علانية على خطه لمزيد من التفاصيل حول هذا الدور الإسرائيلي الذي بدأ يظهر جلياً في الأونة الأخيرة نتوجه إلى يوسف مرة أخرى يوسف يعني واضح أن الدور الإسرائيلي بدأ يبرز فيما يتعلق بالأزمة السورية في الأونة الأخيرة الآن إسرائيل تنصب نفسها حامي الطائفة الدرزية هناك حديث واتهامات كما سمعنا من أحد الشخصيات الدرزية بأن إسرائيل توفر الأمان لجبهة النصرة وتعالج الجرحى داخل المستشفيات الإسرائيلية بالطبع كل ما يحدث في سوريا يهم إسرائيل ولا يمكن أن يكون إسرائيل واقفة متفرجة لكن الدور كان ربما خفي في السابق الآن نسمع مسؤولين إسرائيليين يتحدثون علنا بحجة أو بغير حجة لكن نريد أولاً أن نشرح فقط على الخريطة ما الذي يحدث في جنوب سوريا تقريباً هنا غرب سويدة ودرعة نتحدث عن القنيطرة تحديداً وعن هضبة الجولان المحتلة إسرائيلياً وما الذي أثار كل هذه التصريحات في الآوينة الأخيرة بعد مجزرة قلب لوزة في إدلب الآن المعارضة السورية المسلحة هنا ونرى المناطق التي تسيطر عليها باللون الأخضر وهي مناطق محاذية للحدود مع هضبة الجولان المحتلة يعني مباشرة مع الجنود والإسرائيليين شنت عمليات عسكرية كبيرة وقوية على الريف الشمالي للقنيطرة من أجل السيطرة عليها وقالت في تصريحات قبل يومين أنها تقاتل تحت راية الجيش الحر وليس النصرة لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بمقتل قيادي من جبهة النصرة في هذه الاشتباكات قبل يومين إذا فقط الجيش السوري بالطبع يحاول أن يمطر هذه المنطقة بالطيران من هنا بالقنابل خلال هذه الاشتباكات التي تتم في هذه المناطق لكن المهم هنا أن نقول بأن المعارضة السورية المسلحة هنا تحاول أن تحاصر أو حاصرت الآن قرية الحضر هنا على الحدود تقريبا وهي قرية درزية وهذا ما أثار الدروز هنا من أجل خوفا من أن تكون هناك مجزرة أخرى وبالتالي دخلت إسرائيل على الخط في تصريحاتها الأخيرة المعارضة السورية تحاول التقدم هنا تقول بأنها في شمال القنيطرة تحاول أن تفتح الطريق إلى غرب دمشق إلى ريف دمشق الغربي وتفتح هذا الطريق تحاول أن تسيطر على خان أرنبي هنا على مدينة البعث على قلب القنيطرة من أجل فتح مسار أكبر لكن التصريحات الإسرائيلية بسبب الحضر بسبب الدروز بسبب ما يحدث على الأرض الآن أصبحت علنية مهند وحتى حديث هارتس الإسرائيلية عن أن هناك دور واضح وكبير ومهم لإسرائيل في الملف الكيماوي السوري وأنها كانت وراء إخراج الكيماوي من سوريا الآن يتساءل البعض أو حتى نتساءل لماذا أصبحت إسرائيل تتحدث علنا الآن عن ما تقوم به على الأرض السورية بعدما كانت تلتزم الصمت وتقول لا نريد أن نتحدث أن ما يحدث في سوريا بالتأكيد يهمها أمنيا على الأقل لا شك أن ما يحدث في سوريا يخدم أصلا المصالح الإسرائيلية من ناحية أن تفكك الدولة تفكك النظام عدم وجود هذا الجيش الذي كان يعتبر خطرا على الأقل نظريا بالنسبة لإسرائيل كل هذه الأمور ولكن كما تفضلت يعني مسألة لماذا الآن لماذا ظهر هذا الدور بشكل علني الآن وبدأنا نسمع أنه أولا إسرائيل تريد حماية الدروز من جهة وتقدم المساعدة لجبهة النصرة التي تهاجم القرى الدروزية وكنا نسمع في بداية الثورة أن إسرائيل تريد الحفاظ على النظام السوري لأنه يعني يؤمن لها الحدود يعني بالتالي هناك أكثر من موقف متضارب هنا طيب معنا للتسليط الضوء على هذا الموضوع من القدس الباحث السياسي في الشؤون الإسرائيلية فضل طهبوب مساء الخير أستاذ فضل مرحبا بك معنا نتحدث عن بروز الدور الإسرائيلي بشكل علني على الأقل في الأوين الأخيرة فيما يتعلق بمجريات الأحداث في سوريا ما الذي تسعى إسرائيل من خلال إبراز هذا الدور دورها بشكل علني ما الذي تريد تحقيقه بالتحديد يعني واضح تماما إسرائيل منذ البداية كان لها إصبع في كل ما يجري في سوريا وكانت تقدم المساعدات للنصرة وسواها وتعمل دائما على دعمهم باستمرار وليس جديد هذا الموقف ما جاء جديدا حاليا أن إسرائيل كانت أصلا في البداية تحتاج إلى حزام أمني يفصل ما بين كما حدث في جنوب لبنان ما بين الجيش السوري وبين إسرائيل أن يكون هناك حزام أمني من هذه المجموعات المسلحة الموجودة في المنطق هناك ولكنها بعد ضربة القلمون وتقليص مساحات هذه المجموعات انحشرت في منطقة محددة في القنيطرة أو في المناطق المحدودية القريبة ما جرى من جديد والإسرائيل أصبح ليس يريدوا إعلانا عن عملهم حاليا بشكل علني ولكن مخاوفهم أن ترتكب هذه المجموعات مسلحة مجازر ضد الدروز والدروز موجودين على خطي الحدود من الجانبين وإذا تمت أعمال من هذا النوع فإحتمال أن يتعاون الدروز سواء في هضبة الجولان أو في الجانب السوري مع بعضهم البعض ضد هذه القوى المسلحة وهذا يعني أن الاشتباكات أو العمل المسلح سيكون عبر الحدود من الجانبين وهذا ما دعا إسرائيل إلى محاولة تأمين الدروز وخروجهم من المعركة لأن المسلحين اعتدوا عن المسيحيين اعتدوا على كل الطوائف الأخرى وعلى الأكراد وعلى سواها والسوريين أيضا يعلموا تماما أن ما حدث مع الأكراد تم تسليح الأكراد ليواجهوا هذه المجموعات المسلحة ومن المحتمل أيضا أن يسلحوا الدروز ولمواجهة هذه القوى وهذا لا ترضى إسرائيل إسرائيل إعلانها الآن لموقف من حماية الدروز بالذات هو موقف مخاوفها أن تتواصل هذه الأعمال المسلحة وتصل إلى عبر الحدود لأن هضبة الجنان في منطقة جهجة الشمس ومنطقها معظمها سكان دروز وعاطفوا تماما مع النظام ويعادوا هذه المجموعات المسلحة والمجموعات المسلحة الآن كانت معنية بضرب هذه القوى المؤيدة للنظام سواء عبر الحدود أو من الجانب الآخر سيد فضل هنا لو نتكلم بشكل موسع أكثر يعني عندما دعمت إسرائيل بشكل ما جنود النصرة مسلحي النصرة بالعلاج أو غيره هل أفهم أنه إسرائيل مع أن تسيطر النصرة على سوريا يعني كان في تصريحات مؤيدة لبقاء النظام في البداية أم أن إسرائيل مصلحتها أن يستمر هذا الصراع بدون حسم لطرف من الأطراف إسرائيل ليست معنية بالنظام السوري بالذات النظام السوري موقف وكان واضح وعنيد في مواجهة إسرائيل باستمرار وطوال الفترة الماضية لم يتهادن ولم يتنازل أمام إسرائيل وحتى يعني معروف أن أريد أن تكون قدمي على بحيرة طورية كيف كان الموضع على الجبهة على مدى أربع عقود يعني كانت أهدأ جبهة من الجبهات الإسرائيلية على الرغم من كل هذا سوريا ليست بقوة إسرائيل وحدها ولو تضامنت معها مصر كما كان في حالة سبعين دائما كانت جاهزة لمعركة جديدة وهذا واضح تماما الآن لا توجد هذه المعركة مع السوريين لوحدهم والسوريين حاولوا يستعيدوا عن هذا بتحالفات جديدة وموقف جديد ولكن الإسرائيليين أصبحوا معنيين بأنه يسقط هذا النظام وأي نظام سيأتي جديد سيحتاج إلى زمن طويل إلى أن يقف على الرجلين من جديد ويواجه إسرائيل ولكن ما كان في هذا الصراع الاستفادة منه إسرائيل مباشرة هو إيجاد حزام أمني من هؤلاء القوى المسلحة ما بينهم وما بين الجيش السوري على طريقة لبنان ليكون عشر سنوات عشر أو أكثر ممكن أن يكون وتغذيهم إسرائيل بالسلاح والموال والعتاد وكل ما يحتاجون إليه وهذا يريح إسرائيل وضع فاصلا ما بين إسرائيل والنظام السوري هذا الهدف الحقيقي من مساعدة إسرائيل لكل القوى المسلحة النصرة أو سوها في الحدود إذا كانت إسرائيل يستطيع أن يعتدوا على الدروز ويتضامن الدروز مع بعضهم البعض فتصبح المعركة أوسع إذا كانت إسرائيل بالفعل معنية بسقوط النظام في دمشق لماذا سارعت واقترحت مسألة إخراج الأسلحة الكيموية من سوريا لكي يتفادى النظام ضربة أمريكية كانت محتمة هذا ميزان قوى دولية روسيا أيضا لا ترضى بسقوط النظام السوري يعتبر أنه على الأقل الحليف الأخير إلى الشرق الأوسط في المنطقة هنا النقطة الثانية تخلص من الكيموية كان على اعتبار أنه أسلحة غير تقليدية وطبعا السوريين مقابل الحفاظ على النظام وبقاءه والروسيا أيضا كانت طرف في هذا الاتفاقية المحافظة وعدم دخول أمريكا لماذا تدخل أمريكا لضرب السوريين مثلا هذا موقف أيضا عدوان على شعبه على دولة أخرى الآن مقابل أن لا تعتدي وطبعا الولايات المتحدة تجربتها في العراق وفي أفغانستان كانت درس قاضي جدا فهتعتبر أنه عدوانها على سوريا أيضا سيكلفها شيء كثير تفضلت أن نخرج الكيموي وهذا يرضي إسرائيل والولايات المتحدة ويرضي روسيا للحفاظ على النظام وهذا نوع من التوازن في الصراع الدولي في منطقة الشغل الأوسط وعلى الصراع السوري الإسرائيلي بالضبط شكرا لك الأستاذ فضل طهبوب الباحث السياسي في الشؤون الإسرائيلية كان معنا من القدس مهند أذكر أنه نتنياهو سافر إلى واشنطن بعد اندلاع الأحداث في سوريا الثورة السورية بعد ستة أشهر كان في نوفمبر في ذلك الوقت 2011 وقال في الكونغرس بأنه نحن لا يهمنا إذا استمرت الأمور في سوريا على ما هي عليه لعامين يعني كان يحث واشنطن على عدم التدخل دعهم يتقاتلون لمدة عامين لأن المصلحة الإسرائيلية على لسانه كانت في استمرار الحرب حتى القضاء أو هدم سوريا كلها على كل حال ما يجري من عمليات عسكرية على جبهة القنيطرة لافت وأيضا ما يجري في بلدة الحضر تحديدا التي قيل أن هناك مقاتلي جبهة النصرة سقطوا جرحا ومصابين وتم نقلهم إلى مستشفيات إسرائيل مستمرة المعركة سنتابع بالتأكيد الآن مجددا مع طائفة من الأخبار العربية والعالمية لا نزال في أجواء رمضان اليوم وهاشتاغ الذي تصدر تويتر في العالم العربي اليوم ساعد أختك وأمك في المطبخ هناك تعليقات كثيرة جميلة جمعناها من هذا الهاشتاغ إبراهيم بن سعيد يقول صراحة لنا أساعدهم عندما لا أكون مشغولا طبعا أكيد مشغول طول الوقت يعني إبراهيم سلطان العمر يقول لا تحتاج النساء إلى مساعدة بل إلى شخص يتجنب الطلبات الغريبة وقت الفطور أو الإفطار وأن يقول كلمة طيبة لهن مهم هذا الكلام طيب هذه تغريدة أخرى أنا لا أساعد لكن أحضر الأشياء التي يطلبونها وبعد الأكل أمدح طبخهم طيب طلال العقيل يغرد قال أن يمكن أن نضع مسابقة بين الأخوات وأفضل طبق يكون عليه جائزة تحفيزية العائلة ستعمل من الفجر شنتال هذه مشاعر مشاعر انتبهي على ماذا تقول لقد عوت ابني على مساعدتي من باب البر وأتمنى ظهرت أنت رجل عيب تساعد النساء أن تنمحي من قاموسنا برأيك يعني ستنمحي هذه من قاموسنا أنت رجل عيب تساعد المرأة في المطبخ أنا بقاموسي لتغت من زمان بالعكس لازم كل رجل أكيد يكون إلى جنب زوجك بساعدك في المطبخ هو بيعمل كل شيء برافو برافو جمساعد لا اليوم بالعصر الجديد الكل يعمل يعني والكل يجب أن يتساعد في المطبخ طيب مهند تشوف هذه التغريدة من منا منا تقول أعظم مساعدة يمكن أن يقوم بها الرجل هي شراء الأشياء وأن لا يدخل المطبخ وأن يأكل وهو ساكن ويصبح بدون تعخلي أحيانا دخول للرجل المطبخ يكون مصيبة على المرأة يعني في مثل بول كتروا طبخين وإحترأت الطبخة أو كل فيل الذي يدخل محل يعني زخارف على فكرة مهند أنت مكشوف في المطبخ من العام الماضي صحيح من مطبخ رمضان من مطبخ رمضان أنت تدخل يعني بتعمل كل شيء حالك شاطئ على ذكر هاشتاغات رمضان يوسف أنا أطلقت أو حاولت أن أطلق هاشتاغ بالأمس لها علاقة برمضان نعم الهاشتاغ هو راحت لبعد العيد عبارة نسمعها على الأقل في منطقة الشرق العربي يعني تدل على أنه ما فيش إنتاج خلال شهر رمضان كسل وخمول ولا إنتاجية أي شيء يؤجل إلى ما بعد العيد حاولت أطلق هذا الهاشتاغ ولكن لم ينجح غيوبا من الحقيقة غاربا من الحقيقة والله شكل هاشتاغك كمان راحلة بعد العيد شكرا على كله لدينا بعض الصور التي اخترناها لكم من أجواء رمضان المختلفة وفانوس رمضان هذه الصور كما نتابعها هنا لفوانيس رمضان أيضا لفوانيس رمضان مع الأطفال وهنا على الحدود أيضا على الحدود التركية السورية اللاجئين هنا في انتظار الإفطار وبعض الصور للأطفال الذين يقرؤون القرآن في أندونيسيا ومسلمين يصلون في نيجيريا أخيرا الآن حقق فيلم كوميدي قصير نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 700 ألف مشاهدة في أقل من أسبوع الفيلم نشاهده الآن يظهر كيف أن دينصورا أليفا أغاض صاحبه بعد أن عصى أوامره بعدم لمس وعاء من الحبوب معدن الأكل في المطبخ لكن الدينصور الصغير قام بطريقة كوميدية بدفع الصحن حتى وقع طيب نشوف لا تستطيع لا تستطيع لا 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 جربت مهند أن يكون لديك دينصور صغير عنيد لا صغير ولا كبير مستطيع جدا مخلوقات عنيدة جدا وبالتالي انقرضت كويس أنها انقرضت هذا مكان لدينا من وسائل التواصل الاجتماعي اليوم نلتقي على رأس الساعة ترجمة نانسي قنقر